وان دوت position يعني البوزيشن بتاعه إيش هي النوعية بتاع القيمة بتاعها كمان بيقولي point three فأنا لازم أعطي له قيمة البوزيشن أعطي لها قيمة من نوع point three خلينا نستعمل الآي الآن فالآي هو اللي حيتغير قيمته جوة للتكرار هذا فبقوله آي times مثلا 30.0.0 خلينا ننفذ الآن السكريبت هذا فكيف ممكن ننفذ سكريبت عندي طريقتين ايما بعمل tool evaluate all او بعمل على طول الشورتكات اللي هو موجود معي أصلا control e فشو بحيسوي يبدأ ينفذ في الماكس كريبت سطر بسطر ابتداء من الفوق من الشمال اليمين ففي اللحظة اللي عمله control e هتشوف انه عمل لي بالضبط لو أحسبهم هذو حلقي 20 نسبة الى الان بي ار اللي عملته هون اللي هو على التكرار بس تشوف انه البوزيشن بتاعه على المحور اكس لو بمسك الاول بتشوف انه البوزيشن بتاعه 30 زيرو زيرو ليش لانه في اول مرحلة الاي يكون واحد فواحد في ثلاثين هتطلح ثلاثين على ال اكس والزيرو على ال اقراج على ال واي عفوا والزيرو على الزي الان بدي ان شاء الله بدي احاول اربط مكان البداية بتاع تيبوتس نسبة الى البلان فشو بسوي بكل سهولة خلينا نشيل البلانات بقول له انا عايز البوزيشن قبل هذا خلينا نشرح كيف ممكن يتم مجموع قيمتين ثلاثية الابعاد وهذه معروفة في الرياضيات مثلا عندنا الاي اعطينا له اصلا قيمة فانا اعمل له اي زائد اي شو بتساوي بتساوي عشرين اربعين ستين ليش لانه بكل سهولة لما بتعمل له قيمتين ثلاثية الابعاد تجمحها مع بعض على طول بيجمع ال اكس مع ال اكس والواي مع الواي والزي مع الزي فعشرة زائد عشر عشرين وعشرين زائد عشرين اربعين وثلاثين زائد ثلاثين ستين فانا في نفس الوقت هون هقول له بتعمل لي my copy position بتاعه هي ذي زائد ايش زائد position بتاع البلان البلان بتاعي اللي هي انا ونشوف هون plane01.pose اللي هي 500.013 هي نفسها البلان بتاعي فحيبدأ بعمل بعمل creation بدل من السفر حيعمل creation بالنسبة للبلان اينما كان البلان بتاعي حيعمل ال creation فاقول له plus و بما انه انا عطيت variable اسمه my plan هو نفسه ال plan ذاك فانا بس اعمل my plan.pose فالحالة الان لو انا بنفذ السكريبت حتشوفوا انه اعمل لنفس المرحلة الفرق انه البداية ال creation عشان حق كانت بالنسبة للبلان اوكي الان شو بدي اسوي بدي فقط اعطي امور عشوائية بالنسبة للposition هون علشان تطلع معي اماكن عشوائية و لفعل هذا لازم نعرف function اه ايش معناها function فيه اه 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 فا distance ما بين ال plane zero one والتي بوت zero one فبيعطيني قيمة فهذه distance هي عبارة عن function already موجودة في المكس كريبت يعني اه فيه كمان مثلا اللي حستعملها انان اللي هي مثلا خلينا نشوف اه اه الفنكشن random هذه الفنكشن random يعني هي كثير قوية وهي عبارة عن function بتعطيك commands يعني تأمر المكس كريبت بيعطيك قيمة عشوائية بين هذه الرقمين فانا بقوله مثلا اعطيني قيمة عشوائية بين 10 و 40 اه لما اعمل execution للسطر هذا كيف اه نسيت ما ذكرته هذا يا اما بتعمل shift enter بتخلي الكرسر في نهاية السطر وبتعمل shift enter العادية يعني او بتعمل enter pivot enter اللي موجودة في اليمين خالص shift enter بينفذلك فتشوف انه كل ما بنفذ السطر بيعطيني رقم جديد اللي هو مكتوب هون بالازرق بين 10 و 40 اوكي اه وفيه نقطة مهمة كمان اه المكسكريبت بيعتبر كمان نوعية الارقام فهذه يعبر ارقام integer numbers بمعناه ارقام صحيحة ما فيش ارقام بعد الفاصلة ليش لانه انا اصلا طلبت له من ارقام لو انا عايز ارقام بالفاصلة اعداد حقيقية اه floats بالمكسكريبت بعمل له 10.0 يعني 10.0 هي نفسها 10 بس هو الان يفهم انا عايز ارقام حقيقية يعني فبيطلع لي ارقام بالفاصل الان ماشي اوكي فهذه هي ممكن حتى اعمل negative value مثلا ناقص 50 الى 40 فبيعطيك ارقام موجبة واحيانا سلبية على حسب يعني ارقام عشوائية بتطلع معي فهذه الفنكشن random حاستعملها علشان اعمل توزيع عشوائي للوبجكتات لنا عملتها من الوبجكت الاصلي فكيف ممكن استعملها طيب خلينا نعمل هون مثلا random ناقص 100 100 ونشوف شو اللي يصير يعني في مكان ال x بنطلع هاذا القيمة اوكي لما اعمل tool evaluate all بس قبل هذا خلينا نشيل التيبوتات الزايد هذي اوكي فتشوف انه طلع معي التيبوتات بس توزيحها شوي مش فهم شو اللي صار هو اصلا انه وزحها شوائيا فدخلت في بعض ها بعد ولكن تشوف انه المسافة ما عندها علاقة مع ال plan فانا شو بدي اربط القيمة دي مع عرض او طول plan على حسب بالأكسس فانا حشيل هذا كله وبعوضه ايش ب variable اسمه x وهون variable اسمه y وvariable اسمه z وامشي لهون بقول له x equal to نفس القيمة اللي كتبتها من قبل وال y equal نفس القيمة مثلا والz هيكون 0 لانه ما بدي اشتغل اصلا على z لانه احنا الان في هذا المثال هنعمل مساحة خلينا نشيل التيبوتات بنعمل evaluate all من جديد الان هتشوف انه عمل distribution على x وعلى y كمان بس كيف ممكن اربط ضي حجم ال plan ربطت انا خلاص ربطت ال position بتاع plan ف لو تشوف اني لو انا حرك plan الى مكان اخر حتى على z لو عملت في الفوق وبعمل evaluate all حتشوف انه عمل التيبوت فوق ال plan لانه اصلا انا ربط مع position خلينا ننزل تحت كمكان الان شو بسوي هون في random هستعمل قيمة عرض وطول plan فخلينا نتحقق من امر بسرعة يعني x عنده علاقة ايش مع الطول ومع الارتفاع يعني بس اعدل هون بشوف القيمة اللي تطلع فأنا لما بعدل على width هو x فلازم width بيربط مع x والlength بيربط مع y فبمشي نهون بمشي x بقول له ايش بقول له اربط لي مع الو كيف بدي يعرف الو width بتاع ال object فيه function او comment اصلا تأتي مع مع الماكس لا اسمها show properties وبقول $ plane 0 1 فأنا عايز تعطيني الخصائص الموجودة مع plan هذا فبيطلع لي عدة أسطر من بينها لو أشوف هون عند length و width و length sex وهي نفسها القيم اللي موجودة هون ماشي show properties بتعطيك كل الخصائص بالobject بتاعك مش بالضرورة object حنشوف ممكن في دروس متقدمة ان شاء الله حتى position controllers وحتى materials وحتى الأفكتات اللي بتطلع في video post يعني حيوريلك الخصائص بتاع الأشياء فأنا في اللحظة دي أنا بحتاج length و width تشوف الآن أنا لو أسألوا على plane zero one dollar sign play zero one dot length وعمل shift enter و enter pivot هيعطيني قيمتها 1500 من ونحصل عليها هي نفسها قيمة length بتاع اللحظة